تسعون ثانية وندخل منتصف الليل هذا التوقيت بحسب ساعة يوم القيانة الرمزية تسعون ثانية فقط لندخل في منتصف ليل ينذر بفناء كوكب الأرض إنها ليلة الحرب النووية التي قد تفن البشرية بعد سنتين من الحرب الروسية الأوكرانية دخل حلف الناتو بصورة رسمية في المواجهة مع روسيا لإيقافها عند حدها ولإنهاء الحرب التي لا تلوح نهايتها في الأفق القريب ولا البعيد روسيا التي لوحت بالرد النووي وقال وزير خارجيتها إنه احتمال قائم وجاد وخاصة إذا وصلت بها الحرب إلى مرحلة تهديد وجودها بوتين الذي وضع قوات الردع الاستراتيجية التي تتضمن أسلحة نووية في حالة تأهب القصوى منذ بداية الحرب عاطى الأمر بإطلاق مائة رأس نووية دفعة واحدة باتجاه قواعد حلف الناتو العسكرية المنتشرة في أوروبا كلها وبالاعتماد على عقيدة الردع النووي فإن حلف الناتو سيرد بإطلاق مائة وخمسين رأسا نوويا تستهدف قواعد عسكرية روسية منتشرة قرب أوروبا وفي أنحاء روسيا هكذا كانت بداية الحرب النووية التي بدأها الدب الروسي بعد أن حشره حلف الناتو في الزاوية التي لم تبقي له خيارا آخر إلا الاستسلام هذا الاستسلام الذي لا يرضى به ولو اضطر لتفجير الكوكب كله معه ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالمساندة الأمريكية لحلفائها الأوروبيين كانت أكبر من كل ما سبق من أطراف الحرب خمسمائة صاروخ بعد المدى تحمل رؤوسا نووية انطلقت من الولايات المتحدة وقواعدها المنشورة هنا وهناك ومزودة بصواريخ عابرة للقارات باتجاه عدوها اللذوذ عبر الزمن وبطبيعة الحال فإن روسيا لن تنتظر حتى تتدمر ترسانتها النووية وتتحول بنيتها العسكرية إلى رماد بل سترد بإطلاق صواريخها العابرة للقارات حاملة رؤوسها النووية باتجاه الولايات المتحدة وقواعدها المزرعة في أراضي خلفائها هذا السيناريو الذي حدثناك عنه ليس مجرد خيال علمي ليس له أي احتمال في الواقع بل هو السيناريو القائم والمتوقع فعليك أن تكون مستعدا لحدوثه فساعة القيامة الرمزية التي حرك علماء الذرة عقاربها بالأمس القريب لتصبح عند تسعين ثانية فقط قبل منتصف الليل كان مبنيا على مراقبة الحروب والسباق النووي بين الدول النووية والتي تسعى إلى الحصول عليه من غيرها لم يكن هذا التثبيت مجرد تهويل وخيال علمي بل هو يخبرك أن الأمر في غاية الجدية فتسعون ثانية تعني أن الكوكب أصبح قريبا جدا من النهاية التي سيصنعها الإنسان في لحظة غضب تفتح الباب الذي لا يجد أحد الوقت للتفكير بإغلاقه حرب لا تبقي ولا تذر ولعلك تتصور أن الأمر وقف عند هذا الحد من القصف الذي لم يحتج أكثر من ساعة واحدة كانت كافية للقضاء على ما يقرب من مئة مليون إنسان ليس الأمر كذلك بل عند هذه النقطة ستبدأ المأساة الحقيقية عذرا قبل المتابعة ندعوك للاشتراك في القناة ومشاركتنا بآرائكم في قسم التعليقات سيكون على من بقي حيا أن يستعد لأثار القصف النووي السابق والذي قد يتبعه إطلاق كل ما بقي على الكوكب من الرؤوس النووية تلك الآثار التي ستتوسع دوائر ضحاياها شيئا فشيئا حتى تعم الكوكب كله فحول الدائرة الأولى التي تمثل مركز انفجار كل قنبلة نووية ستمتد دائرة أخرى تصل آثارها إلى نطاق قطره 17 ميلا ويتوقع أن تحدث انهيارات عدة تصل إلى تسوية مبان بالأرض ما يعني أن حياة الموجودين في هذا النطاق كلهم مهددة بالطبع وفي الدائرة الثالثة للتفجير سيصاب كل ما يكون في نطاق قطره 33 ميلا بحروق من الدرجة الثالثة وتشوهات شديدة مع معدام القدرة على استخدام أطرافهم وبترها أحيانا وأما النطاق الأوسع فيمتد على مساحة 134 ميلا تتأثر فيه النوافد والمنازل ما يعرض السكان لخطر الموت أو الإصابة هكذا سيكون على الكوكب العيش في هذه الدوائر التي ستلتقي وتتداخل بحسب المسافات بينها ووراء هذه الدوائر ستنقل الرياح المواد الملوثة بالإشعاع النووي إلى مناطق بعيدة لا يمكن التنبؤ بها وتصيب المواطنين بأمراض لا خصر لها ولا وقت متوقع للنهايتها وليست السراطانات أسوأها أو أشدها وإن كنت في مكان بعيد عن كل تلك الدوائر فلا تكن مطمئنا أو تعتقد أنك في مأمن ونجوت من الحرب النووية وآثارها وتبدأ بالتفكير برواية أحداثها لأبنائك الذين لم يشهدوها فالأمر ليس كذلك بل سيصل إليك في أي بقعة كنت عليها على هذا الكوكب وذلك لأن انبعاث الأدخنة السوداء ستكون كافية لدخول كوكب الأرض كله في حالة الشتاء النووي وهو ما سيتسبب بحدوث تغيرات بالمناخ العالمي لمدة عشرة أعوام على الأقل مع اختفاء طبقة الأوزون بسبب إطلاق كميات ضخمة من الكربون الأسود في الغلاف الجوي مما يعني انخفاض متوسط درجات حرارة سطح الأرض فجأة درجة ونصف درجة مئوية ويمكن ترجمة ذلك في أن معظم مناطق أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط ستكون درجة الحرارة فيها خلال فصل الشتاء ما بين صفر إلى ست درجات مئوية وسيدخل العالم في ما يسمى بالمجاعة النووية بسبب التأثيرات التي ستدمر المحاصيل وستفسد الحياة في البحار ومما سيساعد على ذلك تدفق كميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية قادمة من الشمس ستغير النظام البيئي في البير والبحر ومن أجل ذلك كله فإن تحريك علماء الذرة عقارب الساعة يوم القيامة الرمزية لتصبح عند تسعين ثانية فقط قبل منتصف الليل ليس أمرا وهميا لمجرد إثارة الرعب والخوف في نفوس الناس لأن الأمر إن حصل فستكون نتائجه كما أخبرناك وبالرغم من ضعف احتمال حصوله فإنه أمر قائم وممكن الحدوث وكلما زاد التنازع بين البشر وكلما تزايد الصراع ارتفعت نسبة احتمال حدوثه هذا ما يتعلق بساعة القيامة التي صنعها البشر للتخذير من الكارثة وأما وقت القيامة الحقيقي فعلمه عند الله سبحانه لا يعلمه إلا هو كما أخبرنا في كتابه بقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر